بيبدأ الفيلم في مدينة بريتوريا سنة 1980 أثناء فترة الفصل العنصري في جنوب أفريقيا ويتاب ينضم كالفين لحركة تحرير السود ومعه ألدو وطيرا ومسيجو وبيطلعوا في مهمة كلفتهم بها القيادة العليا من ضمن مهمات تخريب المراكز الرئيسية اللي في العاصمة لكن بشرط إن محدش من المدنيين يتأذي وبتكون المهمة إنهم يروحوا يزرعوا قنابل في مستودع سي هورس ويفجروا أكبر عدد من خزنات النفط وتاني يوم بيوصلوا للمستودع متخفيين في لبس العمال وبيكونوا وعدين في العربية مستنيين سواء تابع ليهم علشان هو اللي يقدر يدخلهم للخزنات وأثناء ماما في العربية بيحس كالفين بحركة غريبة حواليه وإنهم مترقبين وفي نفس الوقت ده بيكون المأمور برادلي قاعد في عربيته مع جيسون المساعد بتاعه وبيرقبه كالفين وفريقه ومستنيين أي حركة منهم علشان يقبضوا عليهم ولما بيتأخر السواء بينزل كالفين علشان يرى باللي بيحصل حواليهم وبيتأكد إنهم مترقبين وإن في حد بلغ عنهم لما بيلاحظ إن في شرطي متخفي في لبس راجل فقير وماسك لسلكي وبيرجع للعربية بسرعة وبيؤمرهم بالانسحة فورا وأول ما بيتحركوا بالعربية بيطلع برادلي وراهم بعربيته وبايع عربيات الشرطة علشان يطردوهم وبيطلب كالفين من مسيجه إن يدخل جراج العربيات علشان يستخبوا جواه ولما بيدخلوا بيفتكروا إنهم قدروا يهربوا من الشرطة وساعتها بيوصل شرطي وبيصووا بالمسدس نحيتهم وبيضرب عليهم نار ولما بيحاولوا يهربوا بالعربية تاني بيتصاب مسيجه برصاصة وبيموت في ساعتها وبتتخبط العربية في الصور وبيحاول الشرطي إنه يدخل يبض عليهم لكن كالفين بيهجم عليه وبيضربوا على راسه وبيفقد الوعي وبيروح يطلب من تيرا وقالدوا إنهم يتحركوا فورا لكن تيرا بتنزل من العربية وبتسحب جثة مسيجه على الأرض وبتنهار وبتتكلم مع كالفين وبتعرفوا إنها مش هتسيب مسيجه أبدا وبتطلب منه يمشي لكن كالفين بيفاهمها إنها لازم تيجي معاهم علشان يقدروا يجيبوا حق مسيجه وبتضطر تيرا إنها يتوافق وبتروح مع كالفين وفعلا بيهربوا وبعدها بتوصل الشرطة للمكان العربية اللي كان فيها كالفين لكن مش بيلاوا حد منهم ولما بيعدي برادلي جنب فتحات الصرف بيسمع صوت طلع منها وبيعرف إنهم يربوا عن طريقها وبتنزل الشرطة وراهم وبتحصل بينهم مطاردة لحد ما بيوصل كالفين واللي معاه عند البنك الوطني ولما بيحسوا إنهم بيتحصروا من الشرطة بيقرروا يقتحموا البنك ولما بيدخلوا بييفلوا الباب وبيطلعوا الأسلحة وبيهددوا الرهاين وبيطلبوا إن محدش منهم يتحرك وبيتكلم معهم كالفين وبيعرفهم إن دي مش عملية سرقة وبيطمنهم إن محدش هيتئذي منهم لو سمعوا الكلام وبعدها بينزل يفاتش البنك علشان لو فيها أشخاص تانية ولما بينزل عند الخزنة بيلاهي المشرفة كريستين وبيصوب عليها السلاح وبيطلب منها تطلع معاه وبيفهمها إنه مش هيئذيها ولما بيطلع بيجمعوا الرهاين كلها في مكان واحد علشان يتأكدوا إن محدش هيهرب وفي نفس الوقت ده بيؤمر برادلي الشرطة إنهم يحصروا البنك بيطلب منهم يعملوا مركز قيادة ويوصلوا خطوط التليفون علشان يقدر يتفاوض مع كالفين وبيروح ألدو يتكلم مع تيرا وبيعرفها إنه ما كانش يتوقع إن دي تكون نهايتهم وإنه مش هينفع يموت لإن مراته حامل لكن تيرا بتأكد له إنهم اتعرضوا للخيانة ولازم يعرفوا مين اللي بلغ عنهم وبيفهمها ألدو إن اللي عمل كده أكيد شخص من القيادة العليا وساعتها بيلاحظ كالفين إن الشرطة بتحاول تقتحم البنك من السطح فبيصوب عليهم بالسلاح وبيضرب نار عليهم وبينسحبوا بسرعة وفي الوقت ده بيستخدم برادلي مكبر الصوت علشان يتكلم مع كالفين واللي معاه وبيعرفوا إنه عارف أسماءهم كاملة وإنهم حصروا البنك وبيطلب منهم يسالموا نفسهم ولما مش بيلاقي منهم أي رد بيقرر إنه يروح يتصل بيهم على تليفون البنك ولما بيرد كالفين على التليفون بيتكلم برادلي معاه وبيفهموا إن الشرطة كانت مرقباهم من فترة طويلة وإنه عايز يتفاوض معاه لإن الرهائين ملهمش زنب وبيعرفوا إن اختحموا للبنك بيهين الأمة الأفريقية وبيرد علي كالفين وبيطلب منه طيارة هليكوبتر وطيار غير مسلح وإنه كمان يأمل لهم خط سير بالطيارة للمكان اللي هم هيختاروه وبيفهموا إن في واحد من اللي معاهم أمريكي الجنسية وهيخدوه كراهينة في الطيارة وبيأكد له إنه لو ما نفسش طلباته كلها هيقتل كل الرهائين ويرميهم برى البنك وساعتها بيخاف برادلي وبيأكد له إنه موافق على طلباته وبيقفل وبيأمر جيسون يجيب له طيارة هليكوبتر وبعد فترة بتوصل للطيارة وبيروح كالفين يشكر الرهائين إنهم يتعاونوا معاه وبياخد جون مدين البنك معاه كراهينة علشان يضمن إن محدش هيتعرض لهم وهم خارجين ولما بيخرجوا من البنك بتكون الصحافة في كل مكان وبيصوروهم ولما بيوصلوا للطيارة بتروح تيرا تفتش الطيار مايك علشان تتأكد إنه مش معاه أي سلاح ولما بيتطمنوا بيركبوا الطيارة كلهم معادة قلدو بيفضل مسك الرهينة ومش عاوز يركب وبيتكلم معاهم وبيقولهم إنه حسس إن دفخ لإنهم وفقوا على مطالبهم بسهولة وبيحاول كالفين يقنعه ويركب معاهم وساعتها بيمشي مايك بهدوء من غير ما حد فيهم يحس بيه وبيجيب مسدس من تحت الكرسي بتاعه وبيحاول يصوبه على رأس كالفين لكن قلدو بيحذره وبيقدر كالفين يلحق نفسه وبيضرب مايك وبيصوب عليه المسدس وبيأمرهم يرجعوا للبنك تاني وبياخدوا مايك معاهم ولما بيدخلوا البنك ويروح كالفين يفتش مايك وبيكتشف إنه كان مخبي ميكروفون تحت هدومه علشان كلامهم كله يوصل لبرادلي فبيتعصب كالفين عليه وبيقعدوا مع الرهاين وبيتكلم ألدو مع كالفين وبيعتذر له عن اللي حصل وبيعرفوا إنه كان متأكد إنه مستحالة يسيبوهم يهربوا بسهولة كده وفي نفس الوقت ده بيطلب مايك منهم إنه يروح الحمام لإنه بينزف وساعتها تيرا بتكون متعصبة جدا لكن بتروح وبتاخده للحمام وبيروح كالفين معاها وأول ما بيوصلوا بتهجم تيرا على مايك وبتضربه وبتسأله لو كان يعرف الشخص اللي خانهم وبلغ عنهم لكن مايك بيأكد لها إنه ما يعرفش حاجة فبتعذبه تيرا وبتحط راسه في برميل مايك وساعتها كالفين بيحاول يهديها وبيطلب منها تطلع وتسيبه مع مايك وبيتكلم كالفين معه وبيسأله الآخر مرة عن اسم الشخص اللي بلغ عنهم وبيرد عليه مايك وبيأكد له إنه ما يعرفش أي حاجة عن العملية وإن العميد هو اللي أمر إنهم يحطوا السلاح في الكرسي بتاع الطيارة وطلبوا منه يقتلهم كلهم أول ما يركبوا معاه وبينصح كالفين يسلم نفسه وبيعرفوا إن فيه طريقتين بس للخروج من البنك وهم السجن أو الموت وبيروح جيسون يبلغ برادلي إن كالفين وصل لجهاز التصنط اللي كان مع مايك وأثناء ما هم بيتكلموا بيتفاجئ برادلي بوصول هانز عمدة المدينة ومع قوة كبيرة جدا من الشرطة المحلية وبيسلم هانز قائمة الرهائن لبرادلي وبيعرفوا إن كريستين بنت وزير العدل هي كمان من ضمن الرهائن اللي في البنك وإنه هو ده السبب وجوده مع كل القوة دي وبيطلب منه يتصرف في أسرع وقته ويخرجها وبيؤمر هانز القناصة بتوعه وإنهم يتوزعوا على كل البيوت اللي قدام البنك وبعد ما بيفقد كالفين الأمل إنهم يخرجوا من البنك عايشين بيروح يتكلم مع ألدو وتيرا وبيقول لهم إن الشرطة مش هتسمح لهم يخرجوا من هنا وإن دي آخر عملية ليهم سواء هيتسجنوا أو هيموتوا وبيعرفوا منه طالما مش هيقدروا يكسبوا لو تفاوضوا على حياتهم يبقى يحصل لهم يتفاوضوا على حيات حد يستحق وإنه مش هيستسلم ولا هيتراجع وبيروح يتسل ببرادلي وبيطلب منه إنهم يتقابلوا عند باب البنك ولما بيتقابلوا عند الباب بيسألوا برادلي عن المطالب بتاعته بيرد عليه كالفين وبيطلب الإفراج الفوري عن نيلسون مانديلا ويسقط كل التهم من عليه بعفو رئاسي من رئيس الوزراء وبيشرت عليه إن العفو يكون مكتوب على ورقة وعليه قمضة رئيس الوزراء وبيفاهموا إنه قداموا ساعة واحدة بس علشان ينفز له طلبه وساعتها هيستسلم هو واصحابه وهيفرجوا عن الرهاين وبيسيبوا وبيدخل البنك تاني وبيروح ألدو يتكلم مع كالفين وبيعرفوا إن الشرطة محتاجة تشوف فعل مننا علشان يبقى حافز ليهم وينفزوا طلبنا وساعتها بتيجي لكالفين فكرة وبينزل يجيب مفتاح خزنة البنك وبيطلب بن ألدو وآرني موظف البنك إنهم ينزلوا يلم الفلوس اللي في الخزنة كلها ويطلعوها لساحة البنك علشان ينفزوا خطتهم ولما بيطلعوا بيروح كالفين يجيب إزازة كحول وكابريت وبياخد واحد من الرهاين عربية صغيرة من التلات عربيات اللي فيهم الفلوس وبيطلع برا البنك وبيؤمر كالفين الرهينة تحت تهديد السلاح إنه يرمي الكحول على الفلوس ويحرقها وبينفز الرهينة الأمر وساعتها بيروح كالفين ناحية الصحفيين والمدنيين اللي متجمعين حوالين البنك وبيهتف بالحرية لنيلسون منديلا وبيهتف الناس معاه وبيمنع برادلي القوات إنهم يضربوا على نار وقبل ما يدخل للبنك تاني بيتكلم كالفين مع برادلي وبيعرفوا إنه هيحرق كل الفلوس اللي في البنك لو ما نفسش طلبه وبيسيبوا وبيدخل وبعدها بيطلب مايك من ألدو إنه ياخدوا للحمام لإن مناخيره بتنزف وبيوافق ألدو وبيروح معاه وبيتكلم مايك معاه وبيطلب منه يخرجوا مع الرهين اللي هيفرجوا عنهم في الأول وبيهددوا إنه لو ما عملش كده هيقول لكالفين الحقيقة وإن ألدو هو الخاين اللي بلغ عنهم وبيفكروا إن الشرطة عارفة ما كان مراته وممكن تقبض عليها وساعتها ألدو بيحس بالخوف وبيطلع سكينة من جيبه وبيطعم بها مايك وبيموت في ساعتها وبعدها بيروح يخبط دماغه في الحوض علشان يبني إنه كان بيدفع عن نفسه لما قتله ولما بيسمع كالفين صوت الخبط بيروح عشان يطمن على صاحبه وبيلاقي ألدو فقد الوعي على الأرض وجنبه غسط مايك ولما بيفواؤه بيتكلم ألدو مع كالفين وبيعرفه إنه مايك يتهجم عليه وكان عايز يقتله وإنه اضطر يدفع عن نفسه وبيرد علي كالفين وبيفهمه إنه ما ينفعش أي حد يعرف بللي حصل لأن الشرطة لو عرفت إنه في واحد من الرهين مات هيقتحموا البنك وبيطلب منه يساعدوا إنهم ينقلوه وبيسحبوا لحد الخزنة علشان ما حدش يشوفه وبعدها بيروح كالفين علشان يتصل على برادلي وبيطلب منه أكل ومية فمقابل إنه يفرج عن اثنين من الرهين وبيوافق برادلي لكن بشرط إن كريستين تكون واحدة منهم وبيقفل معاه ولما بيوصل الأكل بيروح كالفين وبيطلب من الست الحامل وكريستين إنهم يخرجوا من البنك لكن كريستين بترفض إنها تخرج وبتفاهموا إنها مش هتقدر تسيب الرهين لأنهم مسؤولين منها وبتطلب منه يخرج حد تاني بدلها وبيسيبها كالفين وبيروح يخرج الرهين وياخد الأكل وساعتها بيسألوا برادلي عن كريستين وبيرد عليه كالفين وبيعرفوا إنها رفضت الخروج ودي مش مشكلته وبيسيبه وبيدخل وبيطلب جون إنه يدخل الحمام وبيروح معه ألدو وفي طريق رجوعهم بيمثل جون إنه بيربط روبات الجزمة بتاعته وبيتسحب وبياخد مسدس من درج المكتب اللي جنبه وبيقوم يصوبه على راس ألدو وبيهدد كالفين وتيرا إنهم يسيبوا السلاح وإلا هيقتله وأول ما بيرموا الأسلحة من إيديهم بيرفع جون المسدس وبيضرب ألدو على دماغه وبيصوب المسدس عليهم وبيضرب بشكل عشوائي لحد ما بيخلص الطلق بتاعه وساعتها بيروح كالفين يهجم عليه ويضربه وبيطلب من أرني إنه يكتف جون في المكتب علشان ما يتحركش وبسبب اللي حصل بتتصاب تيرا بيرصصها في درعها وبتعرض كريستين على تيرا المساعدة وبتروح تعليج لها الجرح ولما بيسمع براد لي صوت ضرب النار اللي في البنك بيتسل بكالفين علشان يفهم اللي بيحصل لكن كالفين بيطمنه إنه ما فيش أي حد تقاذى وبيفكروا إنه وقته قرى بيخلص وإنه قدامه 15 ديئة بس علشان ينفذ لهم طلبهم وبيقفل معاه وبيلاحظ إنه في واحدة من الروهين اختفت ولما بيروح يدور عليها بيلاقيها عند الباب الخلفي للبنك بتحاول تهرب منه وبيصوب عليها المسدس وبيأمورها ترجع لمكانها تاني لكن الروهينة بتعرفوا إنها شافت جسد مايك اللي هو مخبيها في الخزنة وبتطلب منه يفرج عنها وبيتكلم كالفين معها وبيأكد لها إنه عارف حقيقتها من أول ما شافها وإنها من أصول إفريقية وبيعرفها إن البروكة والمكياج اللي هي حطاهم ما يدروش يخبوا حقيقتها عنه وبيطلب منها إنها تساعده يكمل مهمته علشان يفرجه عن مندلة فبتتعاطف معاه وبتقرر توافق وبعد ما بتعدي الخمساشر دقيقة بيروح كالفين علشان ياخد حد من الرهين ويخرج يحرق عربية تانية من الفلوس وساعتها بينادي الكاهن على كالفين وبيطلب إنه هو اللي يخرج معاه المراد ويحرق الفلوس لإنه موافق على طريقته وعايز يساعده وبيوافق كالفين وبيسلمه الكابرية وبيطلعه وبعد ما بيحرقه الفلوس بيتكلم كالفين مع برادلي عند باب البنك وبيحذره إنه هيفضل يحرق في الفلوس لحد ما ينفزه المطالب بتاعته ولو الفلوس خلصت هيحرق البنك كله وقبل ما يسيبه يدخل بيوصل جيسون وبيسلم برادلي رسالة إطلاق صراح نيلسون مندلة وعليها إمضاء من رئيس الوزراء وبينادي برادلي على كالفين وبيعرفه إن الرسالة اللي هو مستنيها وصلت ولما بيفتح الباب بيسلمه برادلي الرسالة علشان يتأكد لكن كالفين بيقوله إن دي مغرد ورقة وإنه هو عايز يشوف الإفراج بعينه فبيرد عليه برادلي وبيعرفه إن الإفراج علشان يتم لازم يدخل بنفسه ويتطمن إن الرهين كلهم بخير وإن ما فيش حد تأذى وبعدها يفرجوا عنه وبيوافق كالفين وبيطلب من ألدو إنه يفتش برادلي قبل ما يدخل البنك ولما بيفتشه ومش بيلاقي معه حاجة وبيدخل برادلي وبيتطمن على كل الرهين وبيعرفهم إنه من الشرطة وإنه ما يخرجه في أسرع وقت وبيطلب من كريستيني إنها تخرج معاه علشان أبوها لكن هي بترفض وساعتها بيتكلم كالفين معه وبيعرفه إنها أجيد حاسة بالأمان هنا أكتر من برة علشان كده مش مؤفقة تخرج ولما بيتأكد إنه تطمن على الرهين بيطلب منه يخرج برة لكن قبل ما يخرج بتوقفه تيرا وبتطلب منه يرفع رجله وبتلاقيه مخب فيها مسدس وبتاخده منه وبتصوبه على رأسه ويتهدده بالأتل لكن كالفين بيحاول يهديها لإنه مش هينفع أي حد يتئذي ولما بتنزل سلاحها بتسأله تيرا عن اسمه لإنها ما تعرفوش وبيقول لها إن اسمه برادلي وبساعتها تيرا بتمسك مسدس تاني وبتصوبه على ألده وبتتكلم مع كالفين وبتفاهمه إنه محدش فيهم كان يعرف اسمه لكن ألده كان عارفه وده معناه إنه هو الخاين اللي بلغ عننا وبينهار ألده لما بيتكشف وبيحاول يفاهمهم إن الشرطة هددته إنه ما يقتلوا مراته وقبل ما يعتذر لتيرا بتضربه برصصه في راسه وبيموت في ساعتها وبتطلب من برادلي إنه يخرج برا البنك وبعدها بتروح لجسة ألده وبتعيط وبتعتذر له وبيروح كالفين الحمام وبيفضل يعيط وساعتها بتجي كريستين وبتحاول تهديه وبتعرفه إنها بنت وزير العدل وإنها عندها فكرة وعايزة تساعده بيها وبتطلع كريستين ومعها كالفين برا البنك وبتبدأ إنها تتكلم قدام الشرطة والصحافة كلهم وبتعرفوا من كالفين واللي معاه مش مجرمين ولا عايزين الفلوس وإن كل اللي هم عايزينه هو الحرية وبتطلب من برادلي ينفذ لهم طلبه وبتبدأ تهتف بالإفراج عن نلسون مندلة وساعتها بيكون واحد من القناصة مصوب السلاح على كالفين ولما بيأضرب الرصاصة بيتصيب كريستين بالغلط وبتموت في ساعتها وساعتها بيتصدم كالفين وبياخد جسد كريستين وبيدخل البنك وكل الرهائم بيتأثروا بموتها وبيؤمر برادلي الفريق بتاعه إنهم يعرفوا الجندي اللي عمل كده ولما بيوصلوا للقناص بيعرف إنه من رجالة هانز وبيتكلم معاه برادلي وبيعرفوا إنه ضرب النار على بنت وزير العدل ودي حاجة هتكلفه حياته المهنية كلها وساعتها هانز بيتدخل وبيتكلم مع برادلي وبيفاهموا إن دي مسألة أمن قومي وإنه هو اللي مسؤول عنها وبياخد القناص وبيخرج وبعد فترة بتروح تيرا تبلح كالفين إن برادلي مستني على التليفون ولما بيروح كالفين يرد عليه بيتكلم معاه برادلي وبيعرفوا إن العميد هيبعد فريق التدخل السريع علشان يقتحموا البنك وإن دي حاجة خارجة عن سيطرته ومش هيقدر يمنعهم لكن هو اتصل علشان يحذروا وبيقفل كالفين التليفون وبيلف وشه للراين وبيمثل إنه فرحان وبيكذب عليهم وبيقولهم إن ده كان اتصال من مكتب رئيس الوزراء بيبلغون إنهما يفرجوا عن نيلسون منديلا وإنهم دلوقتي أحرار ويقدروا يخرجوا من البنك وبيفرح الراين جدا وبيودعوا كالفين وتيرا وبيخرجوا وساعتها بيكون هانز واقف برا البنك مستني يتأكد إن الراين خرجوا كلهم علشان يدي أمر بالاقتحام وبيطلب من برادلي إنه ياخد أجازة لإنه مهمته خلصت لحد هنا وهو هيكمل المهمة وبعدها بيأمر القوات إنها تقتحم ولما الجنود بتدخل البنك بيكون كالفين وتيرا مستنيينهم وبيضربوا عليهم نار وبيتضرب منهم معركة شريسة جدا وبيتصب كالفين وتيرا لكن بيقدروا إنهم يقتلوا كل الجنود وبعدها بيأمر هانز الفرقة تانية بالاقتحام وساعتها بيقرروا هما الاتنين إنهم ما يستسلموش ويحربوا علشان حريتهم لآخر نفس حتى لو كان الموت هو تمن الحرية وانتهى في المنا ويا رب يكون عجبكم واللي حابب يتابعنا أو يشوف باية الأفلام اشترك ويفعل الجرس وما تنسوش تشتركوا في قناتنا التانية فيلم في المريخ بلس علشان هتلاقوا عليها أفلام من الآخر جاية من المريخ عليك على طول هسيب لكم اللينك بتاعها تحت في الديسكريبشن اشترك ويسيب الباقي علينا